هنكمل محضرات الاركتكتر المفروض نحن نبدأ ناخد instructions دانية خاصة بالI type والR type طبعا خدنا حاجات أساسية زي الاد والسب في الR type وخدنا الاد I في الI type عايزين نبدأ ناخد بعكية مثلا حاجة اسمها load word أو store word instructions دانية يعني فقبل ما نبدأ ناخد instructions دي لازم نشوف الأول الممبر بتاعت التكون ازاي أو تركيباتها عاملة ازاي الممبر وهرارك بتاعتي عاملة ازاي أولاً عندي أنواع كتيراً من المموري عندي register وكاش ومموري ومن مموري وديسك وهكذا اللي optical disk دي اللي يستونات ودي يعني الحاجة كانت زمان اسمها float disk دي أنواع المموري وكل منوع من الأنواع دي بيختلف في size يعني طول ما أنا نازلة كده يبقى size بيزيد زي ما متوضح في الشكل كده يعني المثلث ده حجمه بيزيد فهتلاقي إن الريجستر مثلاً والنفرة بت الكاش كام بت المموري حجمه أكبر الدسك أكبر وهكذا فدي أنواع المموري واختلافهم في size كل ما size بتاع المموري اللي أنا وقف عليها دلوقتي مثلاً يكون قليل كل ما كان الأكسس تايم بتاعي بيكون صغير جداً يعني كل ما الsize كان صغير كل ما الأكسس تايم كان صغير وكل ما الsize يزيد المفروض أني كده طول من النازلة الـ time بيزيد برضو السعر بتاع الحاجة بيزيد لو أنت عايز تتعامل مع الشغل بتاعك بريجستر يبقى تدفع فلوس كتير فالكوست بتاعي بيزيد طبعاً دي رسمة تانية للتعامل مع أنواع المموري ريجستر كاش من مموري وهكذا هتلاقي إن الكوست بيزيد ويعتبر الباندويتس كده بيزيد من الريجستر لغاية تحت الباندويتس اللي هو الكبستي يعني هو بيقدر يساع بتساعد إيه وطبعاً اللي تانسي بيزيد اللي هو أنا بقدر أن أنا أجيب لك الحاجة هنا بشكل أسرع لكنها أبطأ فالبطء بيزيد ده قصده يعني البطء بيزيد أو التايم في الأكسس بيزيد طيب إيه اللي جاب بالمموري للريجستر وأنا مبس بتعامل مع 22 ريجستر وخلاص في بعض الأحيان ممكن تلجأ إن انت تاخد حاجة من المموري تحطها عندك في الرجستر أو إن انت ممكن الانستركشنز ده عندك تبقى أكتر من 32 فأضطر تسايف حاجة في المموري وبعدين ترجع تقرأ فعلى حسب الكود اللي قدامك أنت ممكن تعمل كود كبير بالأسيمبلي فمش هيساعد الاثنين وتريد تحطه في المموري وبعدين ترجع تعمله لود وأكذا ففي بعض الأحيان بلجأ إن أنا أعمل كومانيشا من المموري والريجستر أو الكود بتاعي يكون فيه حاجات موجودة في المموري وحاجات موجودة في الريجستر طبعا احتفقنا إن أنا عشان أكسس الريجستر محتاجة وقت كبير فالدنيا بتكون بطيقة سوري وقت قليل وهنا الوقت كبير هنا الـ size بيكون قليل هنا الـ size بيكون كبير طيب المموري بقى بتتكون إزاي يعني أنا عايزة أشوف شكل المموري من جو شكل المموري عبارة عن الري وفوردس يعني ايه الري الري يعني sales يعني حاجة بالمنظر ده وكل واحدة فيهم عبارة عن sale أو بنسميها وورد كل وورد لها أدرس مثلا الأدرس 0123 فإنت كأنك عندك الري عادة فالس بتبدأ ترتب الأدرسيس بتاعته أو الإنسيس بتاعته بس من تحت الفوق من الطب للبطب فهتلاقي هنا 0123 فدي الورد أدرس أو الأدرس بتاع المموري وكل sale شايلة data ممكن تبقى شايلة data ممكن تبقى شايلة instruction كل sale بسميها وورد عشان كده بقول إن المموري عبارة عن array of data words array of data words كل وورد عبارة عن 32 بت كل وورد عبارة عن 32 بت يعني ممكن الورد دي بس تبقى شايلة instruction نقول طبعا الinstruction كلها بتقسم ال32 فممكن ده شيء الinstruction عشان كده الورد عبارة عن 32 بت طيب ايه هي بقى الinstruction اللي ممكن تكون خاصة بالتعامل من المموري للورد للرجستر ان انا ممكن اعمل لود وورد عايزة ااخد حاجة من المموري احطها جوه فين جوه الرجستر ده لود وورد يعني عايزة حمل الورد عايزة ااخد الحاجة اللي موجودة هنا احطها هنا ده بيتقرأ ازاي انت بتبقى عندك حاجة اسمها بيز ادرس اللي هو ولنفرض مثلا دولار سين زيرو بتجمع عليه الواحد فبيبقى في الاخر المجموع ايه واحد ما دولار سين ريجستر اللي اسمه زيرو فيه value زيرو فزيرو زائد واحد واحد فانا بروح للميموري ادرس واحد هو الفورمات كده ما يفعش افكت تلاتة اربعة لا لازم اقول ريجستر وبعد كده بجمع عليه الحاجة اللي موجودة دي طيب الناتج اللي موجود هنا بابدأ احطه هنا او بخلي ده يشاور عليه بخلي الريجستر اللي اسمه اسطلاتة يشاور عليهم في بريد ميموري وورد one into s3 بنسمى دولار سين بيز زيرو بسمى الواحد offset وعادة ما الoffset ده بيكون رقم constant وبيتعمل قبل الايه قبل الاكواس دي لكن البيز ادرس بحط جوه الاكواس طيب يعني لو انا مسلا جيت قلت load word s3 واحد وده رسين زيرو معناه ان انا عايز اجيب الريد الميموري وورد واحد into s3 ففين الريد الميموري واحد اللي هو الورد واحد ده اللي هو f2 f1 ac07 عايز احط ده جوه مين جوه ال s3 يبقى ده كده هيتحط فين في ال s3 طيب بعد كده فيه حاجة تانية اسمها store word store word ان انا عندي حاجة جوه الريد ستر ده عايز احطه هنا حاجة جوه الريد ستر ده عايز احطها هنا فمعايا رأية s7 لان انا عندي زيرو اجمع لها واحد تبقى خمسة سوري الزيرو اجمع لها خمسة تبقى خمسة فحط ال s7 في الميموري وورد خمسة المفوض ان انا لو كنت عارف كمية ال s7 هلاقي ان انا هنا لما اجي عند السبعة هلاقي كمية بتاعة ال s7 هنا لما اجي عند الخمسة هلاقي كمية بتاعة ال s7 هنا in general يعني مش شرط احط دايما دولار سين زيرو ممكن احط اي ريجستر يعني نرجستر كان بيوزد از ابيز ادرس كنا اقول له s7 s5 واوضيف عليها خمسة فانا عايز ايه اروح اشوف ال s7 بيشوري عليه بيشوري على الادرس معين ابدأ ان انا اجمع عليه خمسة وبعدين اروح انا كده بروح للادرس اللي فوق ال s7 وخمس حاجات تمام خليني مثلا اشوف شكل ال instruction هيبقى عاملة ازاي او تقسيمة ال ال resister هيبقى ازاي لو استخدمت ال load word اه طبعا انا load word اه اه register و 32 اه dollar sign zero اه او register zero ازاي بقى انا بحط هنا الكود بتاع load word زي ما قبل كده كنت بحط الكود بتاع ad i هلاقي هنا ad icon بتمانية كنت بحطي عند الكود بتمانية load word الكود بتاعها خمسة وتلاتين فحط هنا خمسة وتلاتين تمام اه انت عايز تعمل base address بقى دي هتحطه هنا هتعمل مش عارف اتنين وتلاتين تحط اتنين وتلاتين هنا التي زيرو شوف التي زيرو كان تقريبا بتمانية فحط سوري العشرة هحط العشرة هنا اه ابدأ بعد كده طبعا عندي 6 5 5 16 ابدأ ريزينة كل واحدة من دول بالنمبر بالبيتس اللي ليه 5 وتلاتين هحطها في 6 هتبقى 1 3 0 1 1 والصفر هحطها في 5 بيتس يبقى 5 تصفار وبعدين العشرة هحطها في 5 بيتس هتبقى 0 1 0 1 0 والاتين وتلاتين هحطها تبقى 4 0 0 1 وبقى كله صفار اكمل لان الرقم ده بصدر. طبعا ممكن نجي للرقم ده يبقى ناكتب بس مش موضوع ناعم. ده مثال طبعا ممكن اترك ان انا احاول ده ليه هكسا ديسمل تمام? هاخد طبعا كل زي ما خدنا قبل كده ناخد كل اربعة احاولهم ليهكسا ديسمل دول اربعة كمتهم جورة يحط زيرو دول اربعة كمتهم واحدة يحطوا سورة اتنين دول اربعة يبقى زيرو زيرو ايبقى زيرو زيرو وهكذا ديه عشرة. العشرة طبعا الليه حرف الايه. وبعد كده زيرو وبعد كده اه تمانية اه سي. يعني اه تمام? احنا هجمع كل اربعة وحطها ببدلها بالاكسا. ده احاول بس شكل لكن انا ما قلتش في الاخر الميمور هيبقى فيها ايه او مش ايه. انا قلتها احاول شكل لسه ما نفستهاش. طيب. فعندي انا ستورورد يعني ترجمت الحاجة دي هو ده بالباينري. تمام? لكن النيستركشن مش لدي انتو كنت نفست لسه. عندي ستورورد الكود بتاع الستورورد تلاتة واربعين. اكتب هنا تلاتة واربعين. تلاتة واربعين عملها بس نجرة بستة بيتها تبقى كده. اه بعد كده احط هنا تي زيرو احطه هنا. والاربعة احطها هنا. والاس واحد احطها هنا. معي تسعة سبعتاشر اربعة. اربعة دي تمام جمناها من هنا. التي زيرو الكود بتاعها اه تسعة. لان التي واحد قصدي بتسعة لان التي زيرو كان بثمانية. بعد كده الاس واحد. عندي الاس زيرو بستتاشر يبقى الاس واحد بسبعتاشر فحط هنا سبعتاشر. او اسمه الار اس ار تي يعني ال 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 هنا ده كأنه السورس هحطه هنا. والديستينيشن هحطه هنا. هو ما هيبديله. طيب ده برضو لو حاولناها اكسر بس. اوكي. طبعا دي تفاصيل برضو لو كان الرقم سام. اه. زي ما قلنا المفروض ان 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 الكود بتاعها ممكن يكون كبير. فما قدرش ان هو يتحط فين فيه اتنى وثلاثين بيت. ممكن ان انا اضطر ان انا اروح للميموري. استور حاجات فيها وبعدين ابدأ اعمل لها لود. اوكي? طيب. دلوقتي آآ خليني مسلا اقول ان آآ ان انا عندي آآ تي زيرو اتنين وتلاتين سفر. بعد ما اعمل التفاصيل بتاعها الاها مسلا بقت بالكود ده. امام? فصفر آآ يعني انا انا دلوقتي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. اوكي? فعندي واحد اتنين تلاتة اربعة. الترتيب بيجي من تحت الفوق. اوكي? عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. هبدأ ان انا امشي كده. حس ان انا احط الاولية بتاعت هنا والتانية هنا. والتالتة هنا والربعة هنا. ويكون عندي حاجة اسمها بروغرام كاونتر ان هو بيبدأ ينفذ يعني بروغرام كاونتر ده بعدنا ريزيستر شائل الادرس بتاع الانستركشن اللي هي هتنفذ حاليا. هيبدأ يروح على الانستركشن الاولية وعد شكل بعد بعد ما الانستركشن دي تتنفذ ابدأ انه يوقف على الانستركشن اللي بعدها. واكيزا. اوكي? ازاي يكون بينفذ سطر سطر من الكود يعني. طيب. طبعا هنلاحظ هنا ان الميموري ان انا بسيب مش بدأ من الاول. يعني الميموري مش بدأ من الاول. طبعا الميموري كان فيه صفر واحد اتنين زي ما اتفقنا. لكن عشان نبدأ نتعامل مع الميبس اه انستركشن بدايتها من الادرس اللي اسمه اه سفرين اربعة بعد كده اه خمس سوار. هو ده الادرس اللي بيبدأ عنده التعامل مع الميبس. اوكي? ميبس انستركشن. كل اللي قبل كده ممكن يبقى data. ممكن يبقى اه انستركشنز عادية مش موضوعا. مهم ان الان كل الانستركشنز دي. كل الادرسيز اللي هي من فوق دي هي بتاع خاصة ايه? بالميبس اه اسمبيل لانجوش او انستركشنز. طيب. البروجم كاونتر ده عبارة عن ريجستر بيشاور على الحاجة اللي هي هتنفس حاليا. طيب. وهو لما بيجي ينفذ اللي بعد كده بيانكريمنت نفسه بايه? بانه يطلع على السيل اللي فوق. اوكي? انا في الهي ليفل ساعات بحتاج ان انا اعمل اريثماتي كوبريشنز. عاب بعمل لوبس. عاب بعمل قريج. عاب بعمل الوايل. اه وبعدين وفونكشنز. الحاجات دي كلها هناخدها في المحاضرة الجاية. بحيس ان انا اعرف ازاي اعمل كود لو انا قلت لك اعمل لي احول كود من هاي ليفل للأسيمبيل كود. هاشتغل شغل الكمبيلر. عايزة اعمل كود حاجة بال يعني مسلا شوفني الرقم شوفني الرقم اي تاسك. وبعدين الكود ده كله ابدأ احوله. نشوف ازاي ممكن احوله. طبعا اشتغل لازم اعرف ازاي بتعمل الاف والالز وال والفور. واللوجيكال وبريشن وكزا. ده هنشوفه في المحاضرة الجاية.